اعزائي متابعي قناة عالم حيوان اهلا بحضر اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس نبدأ النهاردة ونتكلم عن حيوان عزيز على كل انسان في الوفاء الكلب يعتبر الكلب صديق الانسان ويمتاز بالوفاء له وذلك القطراته العالية على تذكر صاحبه ولو بعض انقطاع طويل لذلك من الهوم مهم جدا معرفة انواع الحيوانات انواع الكلاب واستخدامها كلب يعد الكلب من الحيوانات الاليفة المشهورة في العالم فهو ينتمي الى الفصيرة الكلبية فهو من السديات ويعتبر الكلب من حيوانات اكلة اللحوم التي تشمل ايضا الذئاب وذئاب المروج والسعالب وبنات اوى وفي البلاد الغربية يعرف المهتمون منها بانواع السلالات المفضلة ليهم مثل الكلاب الكولي والراعي الالماني والبدل ولكن ثم تهجين بين هذه السلالات من خلال عملية التزاوج المقنن لكن لكل سلالة من الكلاب قدرة خاصة وصفات جسمية معينة فمثلا كلب تشاو لديه لسان اسود والكلب المسيكي الأجرد لا يوجد لديه شعر فقط نقعة صغيرة في كمة رأسه اما الكلب الوحيد الذي لا يستطيع الباع فهو الكلب البازنجي ومن شاوه الاصلي في افريقيا تختلف الكلاب في احجامها سوارة من الزرق السلالات الذي لا يستطيع البعالي 20 كيلوغرام اما ارتفاعه 3 صنطي من الكتب الكتب الذئبي حوالي الهندي بعد من اطول السلالات حيث يصل ارتفاعه 86 صنطي اما بعد شأن بردرج من هسفل الكلاب حيث يصل وزنه إلى 20 كيلوغرام خلق سارة أبرز استردمات الكلب لك المتدامات عديدة لكلب التي قدمها للبشر كتاب كلاب السيد استخدم هذا النوع من الكلاب فهمنا حقة الفرائس إذ يتم تجميع الكلاب التي يتناسب مع هذا العمل ويقومون بتدريبها في الطبيعة إذ يدرب كسم منهم على تتبع مكان الفريسة والتأكد من تواجدها وتتبعها بحسة الشم القوية التي لديهم والكسم الثاني يقومون بالهجوم على الفريسة مع الصائد الصيادون ويبدأون بإطلاق النيران لاستياضهم وبعد عملية الصيد يقوم الصائدون إرسال الكلاب للتقاط الفرائس كلاب الحراسة لقد شاع انتشار هذا النوع من الكلاب قديما إذ يقومون باستخدامها في حراسة البيوت والممتلكات أما الآن فقد قل استخدام الكلاب الحراسة في الوقت الحالي نتيجة التطور ووجود أجهزة متطورة تكون بهذا الدور كلاب الرعاة هذه الكلاب يستخدمها الرعاة الذين يمتلقون قطيع من الأغنام وتعد القطط من العدو اللدود للكلب حيث أن هناك عداء بين الكلب وبين القطة من قديم الأزل وهناك عداوة تجمع هذه الحيوانات فكما هو معروف للعالم كله أولاك أيضا كلاب الحقول كلاب بلوصية هذه الكلاب في اختصاص الشرطة إذا يبحثون عن هذه السلالة من الكلاب ويعملون على تدريبها وترويضها لمساعدتهم في العمل في القضاء على الجرائم ومن يسعى لأحداثها أنواع الكلاب هناك العديد من الكلاب التي تكون سلالتها نقية هذا يعني أنه ينتمي إلى نفس السلالة أبوه أما السلالات المختلفة فتسمى هاجين هذا يعني أنه لا ينتمي إلى نفس السلالة أبوه أما هاجين المركب متعدد الأصول هو الكلب الذي أسلفه متنوعة لا يمكن تمييز أي واحد منهم وينتشر العديد من الكلاب من سلالات مختلفة كلب جريد دان متواجد في ألمانيا وهو من نوع من الكلاب المستخدمة للحراسة لكبر حجمه وقوته كلب مالينو وهذا كلب بلجيكي من أنواع كلاب الحراسة وهو شجاع وقوي كلب البردة كلب ألماني أيضا من كلاب الحراسة وهو شجاع وقوي كلب بول مستف وهو بريطاني الأصل وهو كلب شرس جدا وشجاع وشجاع وقوي كلب دوبرمان كلب ألماني ذكي عدواني جدا أمام من لا ألفه مطيع لصاحبه ومخلص له كلب الروت ويل وهو كلب ألماني قوي وشارس وعنيد ويعتبر من كلاب الحراسة كلب يسمى بالألفة شرقة وأصله روسي وهو متعدد الألوان وحجمه كبير جدا وشرس للغاية ويعتبر أيضا من كلاب الحراسة كلب البيت بول وهذا الكلب عنيف وشرس جدا من الكلاب القاتلة ويمنع توجدها لخطر على الناس المخلص هناك العديد من الاستخدامات للكلاب التي تقدم الفائدة للإنسان حتى في المجال الطبي استخدم الآلاف من الكلاب في التجارب من حبال والوان بعض البلدان أيضا وفقا للقوانين هذه البلد يلزم الشخص بربط الكلب في حبل مقود لحيوانه في الأماكن العامة حتى لا تحدث خارة وزوع وخضة بين الناس الرسم هو غطاء رأس أو كناع يتم استخدامه لكيادة أو ربط الحيوان أو الماشاة مثل الزيو والجنان والبطر والكلاب وهو يلعب الحيوانات ويصنع المصر غالبا من الجرود أو الحجر ويكون الهدف منها تجميل وتجريب في بعض الحجيان لحماية أحاوان نفسه من بعض الأخطر الطوق يوضح حول رقبة الكلب والغرض من السيطرة عليه أو للزينة ودائما ما توجد معلومات تحديل هاوية والمعلومات التجارية للكلب في هذا الطوق باعتبر مفيد جدا للسيطرة على الكلب دائما ما يوصل بحضل مقود وللطوق أشكال وأشكال وأشكال دائما ما كنتم دائما ما كنتم دائما ما كنتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة